تتحدث معظم الأديان عن نهاية العالم وتروي قصصا عن شخص اسمه المسيح المخلص لهداية الناس في آخر الزمان وأن هناك مسيحا آخر هو المسيح الدجال وسيعمل على تضليلهم وكثير من البشر سيتبعونه أما السينمائيون فيرون في هذه القصص عملا فنيا يصلح لأن يكون فيلما أو مسلسلا دراميا هل تتصورون أن نتفليكس ستفوت الفرصة لإنتاج مثل هذا العمل؟ وفعلت البارحة فقط أعرضت أولى حلقاته فيظهر شاب وسيم يصنع المعجزات يستقطب الأتباع يتنقل في جميع أنحاء العالم وخاصة في دول الشرق الأوسط وهذا هو المسلسل المسلسل اسمه المسيح رجل المعجزات كما ترجمته نتفليكس يؤدي دور البطولة في الممثل البلجيكي من أصل تونسي مهدي دهبي يجمع جيشا من الإتباع لسيطرة على العالم لكن من يتصدى لها؟ بالتأكيد ضابطة السي آي اي وهي التي تلعب دورها الممثل الأمريكي ميشيل مونهان المسلسل أثار جدلا حتى قبل بثه بعد أول إعلان ترويجي بين من قالوا إن الشخصية الرئيسية تمثل المسيح وبين آخرين قالوا إنه يدل على المسيح الدجال نتفليكس صورت معظم أجزاء المسلسل في الأردن لكن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام اعترضت على بث الفيلم لمشتركي الشبكة في الأردن لاعتبارات دينية وقانونية هذا ما قاله مهند البكر مدير الهيئة قال إن المسلسل وشخصياته خيالية لكن الهيئة لا تتغاضى عن أي رسائل قد تكون مخالفة لقوانين الأردن نتفليكس تجاهلت التعليقات والطلب والناس الذين شاهدوا المسلسل علقوا عليه يقول شرف المجلي يقول نتفليكس تعارض مسلسل المسيح غصب عن الهيئة الملكية للأفلام يعني الهيئة عارف إنه فيه إساءة للإذيان من الأول بس استمر التصوير فلما تعترضوا الآن؟ لما تعترضون الآن؟ يعني دريمر غرد دريمر يقول تقييم الشخصي للمسلسل لا يتعدى أربعة من عشرة ما صدقته هو خالص المسلسل كان جاي على بالي أوقفه من بعد أول خمس حلقات أمهلته للآخر ولكن للأسف لا يستحق بهرجه على الفاضي تغريدة ثالثة من معاوية الصباغ من تمنى ظهور المهدي بسنة 2020 وبشره بنزيل المسيح بذاته في باب تومة بدمشق طبعا هذا على زمة نتفليكس حيث طرحه اليوم مسلسل المسيح أما بالنسبة لعمار فيقول كل يوم أكرهها الشبكة أكثر وأكثر كمية الانحطاط الفكري اللي فيها ومحاولة تسيق المثلية والنسوية وحشر بكل فيلم ومستلسل صار مقزز نتفليكس داعم لكل شيء اعترض على صميم الفكترة الإنسانية السوية بالنسبة لأحمد عاشور يقول صوروا النسيح الدجال كرجل شيعي يقود سوريين سنة وفلسطينيين للصحراء دون طعام ويعضهم بالعربية وبآيات من القرآن تراقبه الـ CIA تعتمد نتفليكس على كسر المحرمات في جذب المشاهدين وتشغل فراغا تركه إعلامنا المشغول بالصراعات أما بالنسبة لبطلة الفيلم ميشيل مونهان فتقول المسلسل لا ينتمي لأي دين وما سيكتشف المشاهدون هو أن الشخص لا يكشف عن نفسه كالمسيح ما يثير الاهتمام حول القصة هو أن جميع الشخصيات تبحث عن شيء ما البعض عن الحقيقة والبعض الآخر يبحث عن الحرية الجسدية الفعلية ما تفعل هذا الشخصية هو بمثابة مرآة لروحك مضى على الفيديو دعائي للمسلسل شهر تقريبا وشاهده أكثر من أربعة ملايين متابع لكن بعض المتابعين الذين شاهدوه دشنوا عريضة وقع عليها طبعا حوالي أربعة آلاف شخص يقولون إن المسلسل معادل الإسلام ووقعوها ترجمة نانسي قنقر